السلام عليكم ورحمة الله كيف ديري اللبس عليكم انتمنى تكونوا كاملا بخير وعلى خير اليوم سوف نرى مجموعة الوصفات او الاقتراحات الفطر الصباح او القوتي افكار هي متنوع رائعة ومسيطة متناول جميع على قدليد والجيب سوف نرى مجموعة بعجين رائع عجين خرافي بدون حليب ولا يوغورت سوف نرى كيكا التمر والقرقاع باضافة حصرية تجعلها غنية وزوينة بزاف صحية لولداتكم سوف نتقسم معكم طريقتي في تحضير المسمن معمر بطريقة لا تجعل الحشوة تخرج وفي نفس الوقت العجين مقرمش ومورق سوف نعمره ان شاء الله بلزي بناغ السبانيخ نوع من البقوليات نستغلها ونحضر بها الغيفات أو لمسيملات البردوه سوف نصيبه مع بعضنا الغيفات مع كويز بالشيبة يا سلام ودائما فكرة باش الخيف يجيو ام قرمشين ما يجيوش كيت جبدو نهائيا سوف نتقسم معاكم حريشات بالضرع اياه بالضرع باش ندخلو هكا دقيق ديال الضرع ندخلو في الوصفات ديالنا خليكم معايا اخواتي من الولتا الاخير وما تنسونيش فضلا من تشجيعات ديالكم الله يجازيكم بخير من يبقى التشجيع والتحفيز وهذه الاقتراحات تحت طلب العديد من الاخوات بغو وصفات متنوعة نتوكلو على بركتي الله نقولو بسم الله ونبدو بأول وصفة اللي هما العجين ديال هذه الدفلات نحتاجون لهم ثلاثة المعالق كبار ديال الزبدة تكونوا بدرجة حرارة المطبخ هنا يخدمت بالزبدة ديال العلب يعني ديال البواطق نخليليكم الاسم ديالها ان شاء الله في التعاليق ثلاثة ديال المعالق يكونوا عامرين يعني بومبي ويكونوا بدرجة حرارة المطبخ نكونوا مخرجين من قبل من تلاجة شوية ديال ملحمة عندنا نسكس ديال سكر سنيدة او سكر حبيبة وعندي شوية ديال فانيلا سكر مناسب بالفانيلا هنا يا نسكس ديال زيت نباتية ديال نسكس ما تعمروش ديال العنبة وقياسات كلهم بالعنبة او لكاس ديال العنبة او لكاس ديال العنبة او كاس شاي المغربي يوزن لنا 150 او لا 160 ميليليتر كنخدم الكل باليد ديالي هنتو ما كتشوفو دفعة واحدة كنخلطهم باليد باش غادي نحصلو على واحد الكريمة سنيدة دائما تكون رقيقة هنا غادي نضيف كيف كتشوفو معي نسكس مع مرش ديال الماء الماء من الروبيني ومنين غادي نضيفو الماء ردو البال ان الخلطة ديالكم راكم عارفي الماء مع الزيت ما غاديش تجمعو ما كيتجانسوش غير كنخلطهم بحال هكا نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق عيننا ميزاننا يعني على حسب العجين وما غاديش ندلكوه كنأكد على ما ندلكوهاش باش تجينا العجينة ديالي التغطولات يعني بحال بغيزة غير هو ساهل وبسيط بدون تعقيدات نضيف هنا نص كيس ديال الخميرة كيموية او لا البيكين باودر وزن سبعة كرام غير نص ديالها وانتو ما كتشوفوا معيه كم نضيف الدقيق شوية بشوية يدك نضيف بها ويدك نجمع ونردو البال اننا مندلكوهاش كان بقى غير برؤوس الأصابع هات الحاجين كيف قلت اخواتي انا غادي نتقصن معكم الكريمة اللي غاديتكون بدوق الكراميل كتجي خطيرة وانتو ما وضفوها فش ما بغيتو يعني خدوها قاعدة انكم تحضرو بها ديميني تاقتوليت وساهلين وبساطين وكيف قلت لكم أخواتي هاد الوصفات تحت طلب العديد من الأخوات بغوا اقتراحات اللي هي متنوعة كيف قلت شوفوا معيه برؤوس الأصابع ما نزعموش باش العجينة ما تجيناش قصحة وفي نفس الوقت ما تجيناش خفيفة غادي نحصل على هاد النتيجة هادي هانتو ما انا ما كنقطعش بزاف ديال المراحيل باش هكا نبقى غدا معاكم دقة دقة و تشوفوا نحتى كيفاش كنخدم ماشي غير نجي و نقول لكم هالنتيجة ديالها باش تعرفوا تنتو ما كيفاش بزاف ديال متتبعات ديالي ما شاء الله عليهم الله يرضى عليهم كيبغيوا الطريقة ديال الخدمة كيقولوا لي خليكم معانا دقة 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 شوفوا معيه العجين غير كيتجمع صفي هاوية عندي واجد هنا ايه جبت القوالب الخاصة بالتاقتوليت دهنتهم بالزبدة ورشيتهم بالدقيق كنحطوهم على جب و كنبدأ ناخد كويرة يعني القياس ديال هاد اللي تختوليت وهدي طريقة سهلة يعني ماشي نسرحو العجينة وعد نبدأ نطبعو لا قد نهز واحد القياس يوحد لكم يشاكي في كنقولو ديال العجينة و كنسرحها غير باليد ديالي سهلة مهلا سنبقى غادة بهالطريقة و كنبقى من الوسط كندفع الجوانب كندفع العجينة لا تكون غليظة و لا تكون شرقيقة نأكد على انها لا تكون غليظة و كتخرج كمية كبيرة ما شاء الله كمية كبيرة ديال هاد اللي تختوليت و كتجي لديدة بعد ما كنسى لهم سناخد الشوكا و سنبدأ ان تكفيهم كاملين من الجوانب و من القاعدة و في هاد اللوقيته نكون مشاعل الفران كيسخن باش غادي ندخلوا هاد من انتحلوا عليهم الفران يعني فران نص ديال طيب ديالهم بانو لكم انه بطبع تحل فران كيسخن كنشعل عليهم غير من جهة السفلة باش منساش منساش غير من جهة السفلة حتى كنشوف ان الجوانب بدو كيتحمروا كنشعل عليهم الفقير واحد شوية و نفس الشيء في الفران ديال الغاز يعني كنشوفوا الجوانب تحمروا كنهبطهم شوية تحت و اردوا البره كيف قلت لكم اخواتي من يمكن ندخلهم الفران الى بانو لكم بدو كيتحزوا من القاعدة لانك تخرجوا الطاوض اضغطوا عليهم شوية بيدكم كترجع العجين البلاستها هنا غادي ندوز نوجدو الكريمة يعني هما دخلناهم الفران غادي ندوز نشوف الكريمة عندي فيها نسيطرو ديال الحليب جوج مع الكبار ديال السكر و جوج مع الكبار ديال ناشا او لا ديال ميزينة غادي نضيف هاد المستحضر هاد ديال الفران بدوق الكراميل صفي و غادي نخلط الكل و غادي نوضعو فوق النار نخلطو فاللولع البارد يعني باش كتدوب لنا هديك النشا صفي و كنديرو فوق البطا ما كانتوقفوش يدينا يد التحرك حتى غادي نحصلو على واحد الكريمة بدوق الكراميل كجلديدة و عادي تشوفوا معي الإضافة غادي نضيفو لها هنا بعد ما وجدت لنا هاد الكريمة غادي ناخد جوج ديال العلب ديال هاد الدسير او لها ديال ديال هاد المستحضر ديال الفلون بدوق الكراميل جوج ديال العلب هاد النوعي هادي كتجيزوينة فيهم صفي قدي نخلط زيان حتى غادي دوب لي هاد اليوغورت هاد فسط من هاد الكريمة صفي الكريمة ديالنا كتكون واجدة و كتجي الديدة الديدة يعني ماشي بالضروري غيف هاد الداختوليت خدموها يعني في وصفات ديال الكيك او لا مثلا يكون عندنا وصفة ديال الكيك ديال المول عجيب ممكن انكم تعمروها في الداخل ديالها مني كتكون بدوق الكراميل لتغتوليت ديالي بعد ما طالبوه او لليفون ديالي تغتوليتها وما بعد ما طالبوه عجينة ساهلة ما معقداش ما فيهاش كيف كنقولو التعقيدات ساهلة مهلة و هاحنا وجدنا ديمني تغتوليت اللي كيجيو فنين و لدادين و حتى غادي نجربوه هاد غادي نتعرفوني علاش كنهدر ان شاء الله سوف يبدأ نعمر في هاد مباشرة بعد ما كان وجدو الكريمه من وجدو الكريمه حتى نشوفوا بان هاد اللي تغتوليت صفير هم وجدين عاد وجدو الكريمه باش هكا ما تعقدش هدي نصيحه أخواتي و هاد شعرش كنقول في البداية ديال الفيديو كنقول تبعوا الفيديو من الولتة الاخير يعني ماشيتمشي يدخلو هادو الفرر تمشي توجدو الكريمه غادي يتلقاو الكريمه قساحت يعني خطوه خطوه بعد ما غادي نعمر لهم الوجه ديالهم غادي نخلي واحد شوية ما نعمره مش حتى الفق باش نشوفوا الطبقة الاخيرة اللي هي ديال الكراميل اللي غادي نوضعوها فوق منهم كتعطيهم واحد الماداك واحد اللون غزال عندي هنا نسكاس سكر سانيدة او سكر حبيبات اللي غادي نحضر به الكراميل غادي نوضعو فوق النار على عافية مهيلة ما غادي نش نقيصوه نهائيا حتى نرجعو لي هنا عندي واحد الكاس او لا زلافة المهم او لا كاسرول وضعو فيها معلقة كبيرة ديال نشاء او لا مايزينة وعمروا عليها بكاس ديال الماء يعني عندنا كاس ديال الماء مع معلقة كبيرة ديال نشاء او لا ديال مايزينة دوبناهم حتى غادي ندوبوا مع بعضيتهم رجعت للسكر اللي حصلت عليه على هات شكل او لا كراميل يعني ما كنقيصوه ما كنحركوه حتى كنشوفوه رابده والجواني بدياولو كي يدوبوا ودائما ودائما على عافية مهيلة باش هكا اللون ديال الكراميل او لا بقلون ديالو فاتحه وزوين مباشرة وهو بقي ساخن هاد الكراميل ديالنا اللي غير بالماء فقط بلا حليب بلا شوكولاتة بيضاء وفصت منهم واحد القطعة بلا حل بارد ووزعوها بالشكل اللي شفته معي وهو ما تغطيته كي يجيو اروع من الروع بلا تعقيدات بلا تعقيدات بلا فواكه زينت لهم الجوانب بوحد شوية شوكولاتة بيضاء وفصت منهم واحد القطعة شوكولاتة في الوسط كي يجيو الداديين وغادي نقسم معاكم قطعة باش شوفوها او لا حبة من هاد التغتوليت كتجي طبقة العجين مقرمشة والديدة والكريمة في الوسط والشاق الكراميل اكيد قد اتعجبكم ان شاء الله هاد الوصفة هذه لا تنسونيش فضلا من شجاعات ليس سهل عليكم لا تعقزوش على داك اللايك لا تعقزوش على البرتج لا تعقزوش على القليبات لا تعقزوش على كومنتر زوين اللي تخليوا لي التعليق زوين الراقية بحالكم كيكا بالقرقع والتمر من احب الوصفات كيكا ادهنت المول بالزبدة ورشيته بالدقيق ورشيته بالدقيق كمية اخرى المهم هذه في البداية سوف نضيف معلقة القرفة معلقة عامرة معلقة صغيرة سكينجبير على العموم هي كتوته معها بزاف ضفت هنا كاس ديال القرقع مقطع طريفة صغورين وكاس ديال تمر مقطع قطع صغورين ماشي مشكلة العبار ممكن زيده كتر ممكن اقل ماشي مشكلة ماشي شرط ممكن تخلطه ما بينلوزو القرقع انا طرت ايه واحد طريفة ديال قرقع صفي وغد ينبقى نرمل وفنفس الوقت انا كان عجو يعني فدك التمر حتى هوية عندنا شوية قاسح نحاولو ندقة قوه مزيان باش يجي اهه كي يجي في تيف وطمنا الكيك ديالنا هاد المرحلة اول هاد الخطوة نخليوها على جنب.. لانا فيها كيف كنكولو فيها منفعة لانا دقيق كيتلبس بديك القرفة بسكين جبير وفنفس الوقت التمر لا يهبط لنا في القاعدة خلطة الكيك نبدأ بالخطوة نحتاج له 4 حبات البيض او 5 على حساب حجم البيض البيض لا يبقى فيه باركة دابة الحجم صغور 5 حبات البيض وفي نفس الوقت على حساب المول الحجم كبير سنضيف السكر سندة أو سكر حبيبات ممكن أقل سنضيف السكر سندة في جميع الوصفات قبيصة الملحة ضروري منها لتصحيح الضوك وقبيصة السكر منسم بالفانيلا سنخلط البيض مع السكر حتى ندامجه جيدا ممكن تخدمه بالبتر ممكن تخدمه بالفوي المهم خدمه جيدا حتى ينساجمه مع بعضياتهم شوفوا معي الخليطة دينا ضعف الحجم دياله ضفت كاس مع مرش ديال زيت ناباتية وندمج حتى يدخل الزيت مع البيض مع السكر جيدا جيدا ونضيف كاس ديال الحليب الحليب يكون بدرجة حرارات المطبخ يعني نكونوا مخرجها من قبل من تلاجة ودبل جو بارد ممكن انكم تدفيه وماشي مشكلة وبعد المرات نضيف كاسرول فيها الماء كتسخن ونهز ذاك الكويس ونضيفه فسط منه غير كيدفع ونضيف علبة ديال اليوغورت طبيعي بدون سكر هاد النوع هاد اللي كيكون مدق الجبن انا وردتوليكم يعني إلا كان نديروه مكانش ممكن تكسافي وغير بكس ديال الحليب أي إضافة كتعطيها مدق زوين يعني هاد الإضافة ديال داك اليوغورت كتعطيها مدق زوين ونضيفت نكهة الكراميل ممكن نضيفه نكهة الكراميل ممكن نكهة ومدق ديال اللوز تهويه كيعطيها مدق زوين مدق اللوز يعطيها واحد المدق اللي رائع نركينا نكهة ديال اللوز فاش نضيف الحليب وليوغورت ما كان بالغش في الخفق يعني غير كنضيفهم كان خلطين دامجوا مع بعضياتهم كان حبس وهاديا بدا نضيف فهذا 150 قرام ديال دقيق مع اللوز مع القرقاع ومع اللوز والقرقاع والتمر يعني قطيكم اللوز والقرقاع والقرقاع مع التمر حيث ممكن انكم تضيفوا شوية ديال اللوز يعني واحدة ربع كاس ديال اللوز مطحون او لمهرمش اللي ضفتوها في المكسارات كي نقولو فيها خير مطحون والقرقاع مع السكين جبير كنشوف الخليط ديالي بقي خاصوا الدقيق غادي نبدأ نضيف إضافات الدقيق شوية بشوية ما تزعموش غادي نضيف جوج أكياس ديال الخميرة كيموية او لا البيكين باودر صافي غادي نخلطهم احتهو مياه باش غادي نضيفهم الخليط ونشوفو الخليط ديالنا او الكتافة ديال الخليط ديالنا كيف شخصها تكون ما تكونش خفيفة لانا غادي يتهبط لنا في الفران وفي نفس الوقت ما تكونش قاسحة او لا تكون تقيلة بزف لانا منيك تكون تقيلة بزف منيك نبدأ نقطعها تبقى كتفرتت وما كتجيش زوينة بين وبين وفي نفس الوقت إلا كانت خفيفة المكسارات غادي يتهبط لنا لتحت وكتجي نازلة كيف كان نقوله دائما الدقيقة يبقى على حساب حجم البيض ونوعية الدقيق والامتصاص دياله هذه هي الكتافة ديال الخليط ديالنا الخليط اللي كيكون ديال المكسارات كيبقي شوية عاقد على الخليط ديال الكيك العادي نضيف واحد المعلقة صغيرة ديال الخل في اخر مرحلة تعطيها خفة وهاشاشة القلب ديالنا هو هذا سوف نفرغ فيه الخليط دائما كنهزويد ديالنا شوية الفوق وفي هذا الوقت الفرن ديالنا كيكون سخون دائما تعودتوا معي ان الفرن يعني وصفات الكيك الفرن كندخله لي القلب يعني الفرن كيكون بارد لكنني كنديروا شي كيك فيه مكسارات او لا فيه تفاح او لا فيه سميدة اللي كتكون شوية تقيلة ضروري كنشعله الفرن يسخن من قبل الفرن عندي ساخن درجة الحرارة 160 درجة مشعل عليه غير من جهة السوفلة حتى كيدفة غير واحد شوية وكندخله الكيك ديالي شوفوا معي هالكيك ديالنا واجد ما شاء الله كيجي غزال خرجتوا هو بقي ساخن هانتوما كتشوفوه كيجي محمر وخفيف صدقني كيجي عشاق الكيك بالقرقع التمر عندك تديروا بحالها كيانتو ما تهرسوها انا راني تكيس عليها كيف نقولو والقالب كنقول بانه عندي كبير هنا قلبتها ودائما كنحاول انني نخرج الكيك من القلب وهي بقى سخونة باش ما تتعرق شو ما تبدأش تولي من الديام هاد الاضافة كتبقى اختيارية لا توفر لكم دبس التمر هو اللي دهنت به هاد الكيك وبالنسبة لهاد الكيك قدمته المرات خالي عزيز عليها هاد الكيك هاد بالقرقع التمر لسنوات هاد الوصفة عندي عندها كتر من عشرين سنة كتر من عشرين سنة فما فوق يعني وانا كنتقسم مع العائلة ديالي هاد الوصفة ديال الكيك وهي كتبغيها بزر كتبغيها بزر كتبغيها بزر الكيكة ديالي ديالك ديالك الرقع التمر عزيز عليها وجتها لها ووجتها جات عندي وتقسمت معي وصفة او لا صيبت معي وصفة ديال الكسكسوق بداز بالدرا سوف نتقسمت معاكم ان شاء الله كونوا حاضرات معي واللي بغت الوصفة تخلي لي رأيها في تعليق بقيت الكسكسوق ديالك ديالك بزر لانه يجيها بزر كي حماك ووقيتها دياله هي هدي ديال برد وصفة ممتازة وشوفوا معي الكيك ديالك ديالك الرقع التمر كيفاش كي يجي تصدقوني كي يجي رائع ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وبصحة والراحة نشوفوا مع بعضيتنا ارغيفات معمرين بليزي بيناغ او لا بالسبانخ او لا بالسلق يعني نوع من لبقوليات كي يجي مقرمش وكي يجي زوين مع واحد الحشوة او للطريقة ديال الحشوة اللي ما كتجيش ناشفة كتجي افتية من الدخل وكيف قلت في البداية ديال الفيديو الوقيته ديال المسمن معمر دابا سواء بالخضرة او لب الشحمة او لب يعني بالخضر هذه هي الوقيته ديالهم شوفوا معي كيفاش كي يجي هاد المسمن كي يجي خطير اخواتي انا كن ديال المونتاج دابا وتشاهد هاد المسمنات هادو وما غاديش يكونوا ان شاء الله بدقيق الرطب او لب الفورس ما نزيدش نطولها اليكم اندو نزور شوفوا مع بعضياتنا العجين هو اللويل ديال هاد رغيفات او لا ممكن يكونوا الملاوي المهم العجين ديالهم سنحتاج له جوز لايف اللي غربلت هنا ايه ديال دقيق القمح الفينو او لا الصلب سنزيد له جوز لايف ديال الفورس الحرش اللي ما كان غيروش في المسمن والبطبوط الملاوي الفورس الحرش شوفوا معي كيفاش كي ينزل يعني ماشي يرطب او لا عندكم الفرينة مطحونة على اليد تهياء وضفوها في بلاست هاد الفورس الحرش المعتمد عندنا في القناة فورس الحرش وبالنسبة الفرينة تكونوا غربلة غربلة رقيقة يعني الفرينة كان هدان ماشي دقيق الفرينة اللي هي بحلها بحل الجمح مطحونة على اليد كتكون بيضة ما شاء الله بحل تليجة فورس الحرش وغربلته في هاد الغربال اللي هو رقيق او لا فرينة هنا عندي خليط ما بين فرينة و ما بين فورس الحرش تكشي على اشتغر بلاد ليا هكا سوف ندير حفيرة في الوساط بطبيعة الحال المليحة لانه عندنا هاد الغيفات مالحين عندي واحد المعالقة دي زيت نباتية و واحد ثلاث قضية السكر إلا بغيتوه ما بغيتوش ممكن انكم تستغنو عليه العجينة عادية وبالنسبة العجينة ديال هاد الغيف اللي ما كيكونش كيهم الفرص يعني ساهلين ضغياء كيتجمعوا ما كان يحتاجوش منه واحد جهد او لا واحد المجهود او لدليك و كيجيوا غزالين هنا ضفت واحد تريطقة ديال الخميرة معجونة او لالخميرة فورية ضرورية كتكون حاضرة عندي في الملاوي او للمسمن الرسم علقة كيف كنقول او لالتريطقة نجد العديسة ديروها صفي كنجمع العجينة ديالي ما تكونش خفيفة و في نفس الوقت ما تكونش قاسحة غير كنجيبها و نجيبها بنيدية اللي كيخلي لنا العجينة انها زوينة او لكت تعطي نتيجة زوينة هو اننا نحتفظ بها في بلاستيك غدائي و نخليها اطول وقت ممكن يعني غير كنحسو بالعجينة تلقت لنا الخيط كيف كنقولو تجانست مزيان مع بعضها سوف نديرها في واحد البلاستيك غدائي و نخليها ترتاح ثم ما فين غاديت تدلك دائما كنهنها بزيت نباتية الأخوات اللي بقي ما جربوش الجدد للتحقب القهنة ما زل ما جربوش العجين ديال المسمن بالفرص الحرش غير جربوه و شوفوا الفرق ان شاء الله الحشوه الحشوه كيف قلت بالسبانيخ هنا يغسلتهم مزيان و كيف قلت لوقيته ديالهم دبائرة موجودين تبارك الله في الاسواق ما شاء الله و سنتقسم معكم ان شاء الله بهم بزاف الوصفات لأنهم صحيين بعد ما كنغسلهم كنخليهم حتى يتسقطروا مزيان ليلة كاملة كنحيد منهم ذاك الكطيب اللي كيكون فيهم في الوريقة اللي شاد واحد الساق كيكون شاد في الوريقة و كنحيدهم و كنقطعهم بحل شكل ديال الربع يرهم ما يكيكون شوية غلط لأنهم كيدوبوا بسرعة و ممكن أن يتم تحتفظوا بهم في المجمل و غريقة تبني كتبغيهم هنا عندي مقلة وضعت فيها واحد رسل نيت ديال البصلة هنا عندي البصلة الخضارية كركوبة كبيرة و لجوج ندرس معها زيت نابعة ملحة و كنبدأ بها هي اللي و لا تنزل فش كتنزل بصلة و كتولي فهد المرحلة هادي يعني راح كيف شفتم عيال لون ديالها كيتغير عاد غدي نضيف لها السلق ضغية كيطيب و كينزل يعني وخا كدير واحد كمية كبيرة را ما كتبانش ضغية كيطيب كنقا نقلب فيهم و ردو البل ان السلق كتبان فيه الملحة يعني درنا رشيشة ديال الملحة ردو البل بالنسبة للتوابل نضيف عندي تحميره عندي شوية خرقوم فش كنوصل لهاد المرحلة شوية ديال قصبريابس توم بودراء الكامون و شوية ديال السودانية سوف نخلط الكل مزيان وهنا غدي نضيف رسم علقة ديال صلصة صوجة اذا توفرت ضيفوها ما توفرتش ماشي ضروري سوف نضيف تقريبا 1-120 جرام ديال الكفتاء شوفوا معي دائما الكفتاء في الحشوات كنطيبوها ولكن هنا يخليوها هكاية كنطيب غيف ديال الحرارة ديال الخضر اللي عندنا أولى ديال البصلة مع السلق أولى لزيبنا حاولوا انكم تفتوها سوف تكمل طيب ديالها فسط من الرغيفات اللي في الفرار اضفت كمياء ديال الربيع خلط ما بين قصبر و معدنس اللي كيكونوا طريين و عندي زيتون مقطع عندي زيتون كحل و زيتون خضر اضفت شوية ديال الهريسة ممكن تزيدوا واحد الحكة ديال الزعتر دائما عندي الزعتر حاضرك يعطي ما تقزوين شوفوا معي كيفاش ولات يعني يبديك الحرارة ديال المكونات اللي عندنا صافيها هي واجدة صافي الحشوة ديالي واجدة قدي ندوز نشوفوا مع بعضيتنا هاد طريقة ديال باش نخلط زبدة مع الزيت للتوريق عندي زبدة خاصة بالتوريق قديروا اي نوع ديال زبدة بغيتون تومها انا قدي نخدم زبدة ديال التوريق اه نهضر على اي نوع يعني من زبدة خاصة بالتوريق اللي قدرتوا ديال علبة كتلق شوية ديال الماء المهم ديروا زبدة خاصة بالتوريق انا وريتكم نوعية اللي نخدم بها عندها واحد الجودة زوينة قد ينضيف معها الزيت وغاد يندمجهم مع بعضيتهم حباش غاد ينحصل على واحد الكريمة هاد الكريمة بحليلة نخدموا بها الرزيزة سبق لي تقسمت معكم فيديو فيها الرزيزة والملاوي يعني بهذا الطريقة او لا بهذا الخلطة تقريبا وراكم عارفين ديال الجو بارد ما تدوبش لنا الزبدة ما تجانس بسرعة لك شعلاش قد ينطحنوا شوفوا فاش كنرجع للعجينة ديالي كنلقاها ما شاء الله بحل مسكق كيف كنقولوا يعني ما شاء الله غادي بدا نشكل كويرات ودائما بالاستعانة بزيت نباتية كنشكل كويرات كنقدهم فاش كنقدهم كنعود نرجع نقد لهم الوجه ديالهم نغطيهم بلاستيك غذائي ودهنوا لهم الوجه ديالهم بالزيت وخليهم عود يرتاحوا مرة أخرى غادي نترجعوا الحشوة ديالكم غادي نزيدوا فيها كمية ديال الجبن او لا الفروماج ولا بغيتوا زيدوا الفروماج متلت يلا ما عندكمش فرماج حمر ديروا جبن متلت ويبقى فوق البوطة سوف ينبدأ نورق كنبدا بأول وحدة بالنسبة لزبدة كيس ديال الخميرة كيماوية او لا البيكين باودر اللي غادي نورقوا بها عندي زلافة فيها الزبدة وزلافة فيها الزيت نباتية دائما الأرضية كندهنوها بالزيت والزبدة او لا خليط ديال الزبدة كنديروا في الواسط باش هكما كتبقش تلصق لنا العجينة في طاولة العمل او لا في الرخامة الزبدة كتكون غير في الواسط شوفوا معايا كين نحط الحشوة يعني طويت المسملة الفيديو شارح نفسه هنعودو مرة اخرى بعدما انتهى ودائما نحاولو نرقوها ودائما نحاولو نرقوها ومنك تكون مرتاحة مكتقطع موالو رشوب شوية ديال السميدة الرقيقة او للفينو وحطو فسط منها الكرة اللولى او للمسمنة اللولى اللي ربعنا سنعودو مرة اخرى بعدما انتهى رشيتها بشوية ديال الزبدة وشوية ديال الفينو او الحمامر ممكن او للحمرة وهنا فين كنحط الحشوة كنجمع ليها من هذا الطرف والطرف الثاني ودائما كنضغط على الجوانب باش كتسد ليها الحشوة او لكن سوديو العجينة باش مدخورش لينا الحشوة غدا نحط عود فسط منها بهالطريقة ثانية ودائما كنخالف البلاسة اللي كتبالي بحلولة كندهن وكنرش كنطوي هكا وكنديرو الحشوة في الوسط على شكل مربع وكنطوي الجوانب ودائما كنحاول نسدهم ودائما كنطلق الثانية اردو البلفين كنحط هذيك الرغيفة اللولة شوفوا معي الجيهة اللي محلولة هي اللي كنحط غدي تسد عليها العجينة الفيديو موضح كل شيء ولو انه مسرع لكن موضح كل شيء عاود عاودت شحل من مرة باشا هكا اللي فلتت لها شي حاجة غدا تعاود تشوفها يعني في الخطوة اللي قدامها صافي بعد ما سالته كان بدهوا باللولة نخليهم يرتاحوا الى عندنا شوية الوقت نخليهم يرتاحوا صافي وكان بدهوا باللولة اللي رتحت بعد ما كان قونت لقت المسمنة ديالي مزيان نصيحة بالنسبة المسمن كيف نحطوه في المسمنة مباشرة نقلبوها ما نخليه حتى تنشوف او لك تتحمر من القاعدة الاولى لا غير كنحطوها او كنقلبوها كتبغي قلب شقلب كيف تقلبوها كيف تقلبوها حريشات 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 وصفات واختيارات في الموسم حريشات حريشات دائم حريشات مباشرة حريشات في الجدول الوجبات او للوصفات القوتي او للوجبات الغداء او للعشاء او للعشاء افوان افكار في متناول جميع وبسيطة يعني ادي الناس الدراوش بحالنا كاملين شي حاجة او اختيارات لي هي متنوعة نشوفوا مع بعضياتنا حريشات بالدراو ما تنسوش لي كسكسوب باداز يعني محتاجة تشجاعات ديالكم الله يرضي عليكم كسكسوب باداز الاخوات اللي مك يعرفوش هاد شعلاش بغيت نقدموا ليكم من يد مرت خالي يعني الوصفة الغزالة وناجحة مليون في المياه رربي ونشوفوا أتضيح هذا المك يعني حريشات بده غريبة محطونا أيضا خصفة البقية ثم سكر سنيدة و سكر حبيبز ليس لدي كس مع مرش الزيت نباتي كاس ديال دقيق الزراء�도 ان ان jätte أد cet حش discovery من عند الهري اللي تقدم من عنده اللون يكون صفر دائما نختاره ليس بالضرورة غير هذا الضراء او لا سميدة الحاجة اللي تكون مروجة المحل يكون مروج كتباع فيه السلعة وكتباع ما كتبقى شرا كده هذا الشي اللي بغيت نوصل لكم باش ما تكونش فيها شين سما خائبة ولا هكما تدعوش في الوصفة والله يسهل الأمور للجامع الله يسهل على الجامع وشوش كسان ديال الدقيق نحب وحده ديال البيض قدرتها في هذا البول قبيص هذا الملحة ضروري منها ما كان نساهاش ونسكس ديال السكر سانيدة كاس مع مرش ديال زيت نباتية كيف ذكرت قد نخلط البيض مع السكر مزيان حتى قديني ندمجه هاد الحريشات هادو مع كويس ديالتي وخا كي بقاو كي بقاو الدادي ودائما كنحاول نعطيه اختيارات اختيارات متنوعة تلقاو باش تغيرو باش تبدلو ضفتك الكاس ديال زيت نباتية معه مرش ونخلط بالفوي حتى غدي ندمج ليه الزيت مع السكر مع ذيك الحبه ديالبيض هنا عندي مبشور ديال البرتقال او القشرة ديال البرتقال او الماندارين هذا موجود ما شاء الله في الاسواق واحد يعني حكا ديال القشرة ديال البرتقال حتى هي غدية ندمج سوف نضيف دقيق ديال الضراء هو اللي والي كيكون مغربل نأكد على اننا نغرب له ربعة المرات كنلقوا فيه دوك الفتيتات ديال الضراء مغربي بطريقة او لالخميرة معجونة وكننخلطه شوفوا معي اللون ديال ها صفر ما شاء الله صفيف هاد المرحلة غدي نحيي ده هاد الفوي عندي كيس ديال الخميرة كيموية او لالبيكين باودر ما تنسوش الخميرة جوج اكيس ديال الخميرة كيموية عفوا وما تنسوش الخميرة معجونة لان هكا تجينا مترتقين ما شاء الله ممكن ديرو غير كيس ونصف انا هنا يدرس غير كيس ونصف ديال الخميرة كيموية فاش كنشوف الفوي راه تقال نكملو باليد ديالنا عندي جوج كيسان ديال دقيق ما كديروهمش دفعة واحدة كتبقاو ديفو الدقيق شوية بشوية ما تزعموش دائما كيف كنقول باش ما تقصحش ليكم العجينة في يديكم وفي نفس الوقت ما تكونش خفيفة القوام ديال العجين غادي نشوفوه كيفاش خاصو يكون قوام ديال العجينة في يديكم باش تباليكم القوام ديال قوام دائما كنجربو باليد اللي نشوفوه ما فيهاش العجينة يلي كتعطينا التحقيق كيف كنقولو هنا عندي سميدة الغليضة الخاصة بكسكسو اللي كنديرو بها كسكسو وعندي واحد زليفة فيها شوية ديال الماء اللي كنبدأ انكور هاد العجين بين يديها وكنوضع لها الوجه ديالها بسميدة الغليضة كنحاول انني مني نكورها نضغط عليها غير واحد شوية ما تخليواش عالية غير واحد شوية عاولوها انها كيف كنقولو اتقاد ما جيش مهزوزة وبنسبة الكويرات عيننا ميزانا لكم عارف الحريشات تراهم كي كيسيحو شوية في الفران او كيكبرو شوية في الفران غد ينبقى غدحت غد ينسلي الكمية اللي عندي فهدلوقيتان الفران كيكون عندي شاعل مشاعل عليه حتى كيسخن سواء طيبتوها فرن غازي او لا فرن كهربائي كتسخنوا الفران من قبلي هنا يا بعد ما كنسليهم غد ينحاول انني نضغط لهم على الوجه ديالهم واحد شوية بها الطريقة كنحاول انني نقدهم انا فرشت الطواء ورق المطبخ وكنشعلوا عليهم من الفوق يعني العافية تكون عليهم مشاعلين عليها من الفوق ومن تحتي انا عندي فرن كهربائي مشاعل عليهم من الفوق ومن تحت او من الفوق دفعة واحدة ضغية كيطيبو كيجيو مشقين كيجيو شوفوا معي كيف يجيو ما شاء الله كيجيو بحل البهلة وكيجيو مشقين كثير من البهلة ما شاء الله كيجيو روعة كنتمنى اخواتي الاقتراح ديال اليوم او للافكار اللي تقسمت معكم القوتي او لفطور الصباح تكونوا استفتوا معي فيها ما تنسونيش من تشجاعة ديالكم الله يجلسيكم باخير من بابي التشجيع والتحفيز اكثر من وصفة كتاخذ مني مجهود وكتاخذ مني كيف كان قولو فيها شوية ديال الخدمة داك شي ما تجاهلوش اللي يرضع لكم اللايك والتعليق والبرتاج للفيديو ما شكورات وهذا دائما تحتالى بالاخوات اللي بغوا اكثر من وصفة في فيديو واحد وخليوليا رأيكم يعني اللي كتبغيش الافكار اللي كتبغيو خليوهم لياه في التعاليق غدي نقسم معاكم باش شوفوا كيفاش كتجي مسفجا من الداخل اللون ديالها ما شاء الله مع كويز ديالتاي او لا مع كويز ديال القهوة كتجي يا سلام خليت ليكم الراحة ولهنة وراحة البال وبصحة والراحة وانتلقوا ان شاء الله فيديو جديد وقبل ما انتلقوا في فيديو جديد غنتلقوا ان شاء الله في التعاليق